ترك شاب سعودي بمنطقة الجوف طريق البحث عن وظيفة وسلك طريق العمل والكسب بيده عبر تأسيس مشروع لغسيل السيارات حقق من خلاله مكاسب قوية خلال الأشهر الأولى نتابع كل يوم يترجل عبدالله ذو التسعة والعشرون عاما من سيارته قادما لمشروعه الخاص الذي أسسه ويشرف عليه ويعمل به في الوقت ذاته خريج قسم التمريض من أحد المعاهد الخاصة لم يمهي الوصف عاطل أن يلازمه طويلة وأسس مشروعه لغسيل السيارات والله تخرجت عام 1434 تمريض حاولت أني أدور لي وظيفة أو زي كذا خذيت شهادة حاسب وحاولت أني أدخل على شهادة الحاسب هذه بي وظيفة لكن ما كان لي نصيب بالوظيفة وفكرت أني أفتح المشروع هذا الفكرة والله أنا كنت مفكرة ببالي مشروع من أول أني أقدم على ريادة أفتح مطعم ورفضوا بسبة أنه قالوا لي لازم نكون عندي خذرة سنة وزي كذا فجيت مر يوم من الأيام من هنا وأعجبتني فكرة مشروع المغسلة وخذيتها والحمد لله وخلال فترة قصيرة امتلك عبدالله قاعدة عملاء باتوا يحرصون على التعامل معه دون غيره لثقتهم بالشباب السعودي وإيمانا منهم بكفاحه واجتهاده وبين الغسيل والتلميع لا يتورع عبدالله بأن يظهر بمظهر المثابر والمجد في عمله الشغل موعب وبالعكس أقول كل مواطن سعودي والله يعني ما تلقى إلا كل دعم من كل السعوديين يعني يجوني شباب سعوديين ويدعموني يصوروني بالسناب ويدعموني الشيء هذا يعني ما فيه أي انتقاد للشيء هذا بالعكس يرفعون فيك الرأس ومبسوطين والله وكما قال الرسولنا الكريم عليه السلام طلب الحلال فريضة بعد الفريضة للإخبارية عبد الرحمن الإبراهيم الجوف